السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام يفسر ابن سيرين شعر الرأس وشعر الجسد في المنام أنه مال رائي والمال يزيد أو ينقص بطول الشعر أو قصره في الحلم واعتمادا على حال الرائي في الإيقاظة حيث تفسر حلاقة الشعر مثلا بسداد الديول للفقير ونقصان أموال الغني والله أعلم ويقول ابن سيرين أن شعر الرأس في المنام مال وطول عمر وحلق أو قص شعر الرأس في الحلم للفقير يضل على قداء جينه وللغين خسران يصيبه في ماله وإن كان الرأي صاحب سلطة ونفوذ ورأى أنه يقص شعر رأسه في المنام من غير موسم الحج ذلك عن اختقاره أو عزله أو هجكي ستره والله أعلم ويقول ابن سيرين من رأى في المنام أنه له شعرا طويلا وكان مصرورا به فإنه محمود والشعر الطويل الجميل في المنام يدل على السلطة والقوة ويقول ابن سيرين كشف شعر المرأة في المنام يدل على غياب زوجي عناه وإن لم تزل مكشوفة الرأس في المنام فإن زوجها لا يرجع إليها أبدا ويقول الشيخ النابلسي تجديد الشعر وصفه في المنام دليل على التقاء الأمور فيما يقول ابن سيرين عن تساقط الشعر في المنام إن كان من يمين الرأس دل على مصيبة في الأقارب الذكور وإن تناطر الشعر من جهة اليسار في الحلم كانت لونصيبة في الإنات من الأقارب يقول ابن سيرين أن إزالة شعر الرأس في المنام للرجل تدل على سرقة ماله فيما يقول ابن سيرين أيضا أن ظهور شعر الجسد في المنام للرجل بشارة بحمل زوجته لكن كثرت شعر الجسم في الحلم للمكروب زيادة في كربه يقول ابن سيرين من كان شعره جعدا ورأى في الحلم قد سب وصار ناعما يصيب شرفا وعزا ومن رأى شعره ناعما لينا كان ذلك زيادة في مال رأسه ويقول ابن سيرين أن الشيبة في المنام افتقار وإن كان الشعر الأشيب طويلا فهو فقر وهم فإن رأى الفقير في منامه اجتمع عليه فقره مع الدين وربما دخل السجن ويقول ابن سيرين من كان في شعره ابطي قمل دل ذلك على كثرة نسله ويقول النابلسي أن إخراج القبل من الرأس في المنام يدل على إدراك عيوب النفس يقول ابن سيرين أن المرأة إذا رأت شعرها محلوقا فهو فراق بينها وبين زوجها وربما ذل ذلك على موتها فيما يقول شيخ النابلسي أن مرأة شعر الجاسد الكثير في المنام للعزباء يدل على تعطل زواجها وقد يدل على تحملها مسؤوليات الرجال تجاه أهلها وأولادها والله أعلم هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية التفسير اليوم إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام